سفرامان سمر وعندي كنت مقطع بصل وبندورة وعندي فلفل حار وعندي ثومة طبعا أول شي جبت هون طنجرة وضفت فيها زيت نباتي وكمان رح أضيف عليها البصل طبعا البصل فارميته أنا ناعم بدي أضيفه شوحه تشويحه بسيطة بس يتدبل معاي تدبيلة بسيطة وبدنا نشوف شو بنا نضيف كمان معا طبعا المضغوط في عنا كمان مجموعة من البهارات البهارات الصحيحة والبهارات البودرة ان شاء الله رح أتكرها جميعها بصندوق الوصف بالعربي وبالانجليزي فيكم تنزلوا تحت على صندوق الوصف تكبسوا عليه وتشوفوا المكونات الموجودة معنا في صندوق الوصف حبابي إذا دخلتوا على الفيديو حطولي اللايك علشان اللايك ينشر الفيديو بطريقة أسرع طبعا والمشتركين الجدد فعلوا الجرس على الكل مشان توصلكم كل إشاراتي وفيديوهاتي طبعا هلا رح أضيف عندي هون كرن فلفل حار ضفته على البصل قطعته إلى نصفين وضفته هنا عندي فليف لملونة نصف حبة فليف لملونة عندي اللون الأورنج فيكم تستخدموا الأخضر أو الأحمر الموجود عندكم ضفتهم على البصلة شوحتهم شوية تشويحة بسيطة مع البصلة وهلا كمان بدنا نضيف البندورة أكيد البندورة كنت عندي حبتين بندورة كشريتهم ومقطعيتهم أو فارميتهم فرم ناعم رح نضيفهم على الوصفة طبعا هون اتأكد أنه الفليفلة والفلفل الحار تشوح إذا ما بتحبوا الفلفل الحار استغنوا عنه أنا بحب أضيف البهارات كبل ما أضيف البندورة فحبيت أضيف البهارات الصحيحة اللي هي تلومي والكرفة والهيل وحبيبات من الكزبرة طبعا ووراك الغار وضفت البهارات المضغوط اللي هي بتكون تقريبا زي البهارات الكبسة مش موجودة عندكم بضيفه أبهارات الكبسة تقريبا ملعقة ونصف وضفت ملعقة صغيرة من الكزبرة هون يعني ما شاء الله لو تشموا الريحة ريعة البهارات بتشهي البهارات الصحيحة وبهارات المضغوط كثير كثير ريحتها كثير زاكية طبعا ضفت كمان ملعقة بهار بشكة لكركم وضفت هنا معجون البندورة رح أضيف كمان ملعقة دبس البندورة كمان شوية وطبعا رح أشوح جميع هاي المكونات مع بعض طبعا هذا كله عملناه وشوحناه مع بعض قبل ما نضيف اللحمة طبعا فيكم تعملوا نفس الطريقة بالدجاج اضفت كمان شوية هاي كان عندي شوية بندورة مقطعة برضو ضفتها تتشوح مع باكي التشويحة اللهم صلى واسلم على سيدنا محمد ضفت هون ملعقة كبيرة من دبس البندورة لازم نضيف أكل إشي ملعقتين من دبس البندورة وحبتين بندورة مفرومة ناعم طبعا معد كرش بندورة طازة ضيفه يعني تقريبا أربع ملاعق صلصة مع دبس البندورة بيؤدي الغرض بس هي البندورة الطازة برضو طيبة معها ان شاء الله الريحة دريحة كلبة البيت كليبات جد كثير كثير زاكية طبعا هون بلشت عندي هون لحمة غنم فيكم متضيفوا أي نوع لحمة متواجدة عندكم أنا عندي لحمة الغنم وطيبة كثير مع هاي الأكلات فضفتها طبعا عملت كمية كليلة ما عملت كمية كثيرة عشان دايما أول مرة يعني بجرب الوصفة بحاول أعمل كمية مش كثير كبيرة طبعا هون راح نشوح اللحمة مع البهرات والبندورة والفليفلة والبصل اللي حطناهم تشويحة بسيطة وبعدين راح نضيف عليهم المية مية سخنة طبعا أو مية مغلية زي ما بتحبوا طبعا أنا المكونات هاي راح أضغطها بتنجرة الضغط بس حبيت أشوحها بتنجرة عادية على الغاز وبعدين راح أنكلها من التنجرة العادية على تنجرة الضغط عندي على الكهرباء لأنه أسهل علي أني أعملها بتنجرة عادية أشوحها وتبلها وبعدين راح أنكلها على تنجرة الكهرباء هي الأكل هاي بيحكو لها المضغوط لأنه بيضغطوها بتنجرة الضغط اللي هي سواء كانت على الغاز أو على الكهرباء طبعا هون ضفت الماء زي ما أنتوا شايفين ما شاء الله الريحة بتجنن هنجد هنجد يعني أنا ما ملحت راح أملح في الآخر لأنه الملح لما بنضيفه بأول الطبخة على اللحمة اللحمة بتشد بتكون كاسية ما بتترابط وبتطول عملية الاستواء حتى لو بنا نعملها بالضغط طبعا هون ما شاء الله بلشت تغلى معاي إن شاء الله يعني الابهارات الصحيحة رحتها جدا يعني عير شكل يعني كأنها بخور في البيت ما شاء الله من كثر مهيرة رحتها عطرية طبعا أنا عندي هاي تنجرة الضغط هلا رح أشيل قطع اللحمة مع الحوسة اللي حسناها والابهارات وأنكلها على طنجرة الضغط وأضيف كمان الشورة بتبعتها وأضغطها بالطنجرة هنا زي ما أنتوا شايفين بلشت أنكل فيها طبعا بالنسبة لللحمة فيك تتخدموا لحمة عجل مثلا هاي نوع لحمة بتفضلوها وفينا كمان نفس الوصفة نستخدم الدجاج كمان بتطلع كثير كثير طيبة نتبع جميع الخطوات طبعا هون بعد ما نكلت قطع اللحمة درت الشوربة طبعا الشوربة يعني خليها في تنجرة الضغط لعندي الماكس ما نمليها للآخر علشان نسمح للأكاليست وإبراحتها وما تسوي لنا مشكلة أو تنفجر الطنجرة معنا فلازم لما نستخدم تناجر الضغط ننتبهي منيح نسكرهم نضغطهم وكبل ما نفتح عليهم لازم في تنفيسها ننفس التنفيسها على الآخر وبمجرد ما بلش البخار يختفي بعدها بنفتح تنجرة الضغط عشان إذا فتحنا تنجرة الضغط وهي لساتها مضغوطة وطبعا رح تنفجر معنا هذا إشي خطر كثير فلازم اللي بيستعمل تنجرة الضغط لازم يعرف كيف بده يستعملها علشان ما يتادى طبعا هون بعد ما تقريبا استوت اللحمة ضغطتها تقريبا 35 دقيقة ضفت عليها تقريبا ملعقتين طعام من الملح وكمان هلا أنا كنت ناكعة تقريبا ثلث كاسات من رز البسمتي رز البسمتي جدا طيب مع هاي الوصفة بكل أنواعه طبعا هون رح أشوف الملح إذا الملح مضغوط ولا لا وبعديها بتضيفه الرز طبعا إذا الشوربة كثيرة بتحاولوا تشيلوا شوية من الشوربة بقابل مضيفه الرز علشان ما يخبس معانا الرز لازم الشوربة تكون يعني متعادلة مع الرز يعني الرز ما تكون الشوربة كثيرة كثيرة ولا تكون قليلة فأنا حسيتها هيك كثيرة رح أشيل منها شوي شايفين خليتها بهذا المستوى الرز يكون ظاهر خلص حركت حت حريكة بسيطة وهيك رح هلا أضغطها كمان ربع ساعة وبعديها رح أفتح عليها أشوف إذا الرز استوى ولا لا إذا حسيت ومش بستوي رح أضيف عليها شوية شوربة وبضغطها كمان أكمن تكيكا وهيك بتصير عنا جاهز طبعا ضفت لفليف لهاي الحبات الصغيرة بتنضافه على الوجه طبعا للي بحب وكمان هنا طبعا ضغطنا المضغوط شايفين ما شاء الله طبعا هنا بعد مستوى شلت لفليف لها وشلت حبات اللومي على جهة وهونا كلبتها طبعا المضغوط طيبة هيك لحالها أنا عملت معاها صلتة اخيار بلبن وصلطة عادية طبعا أنتوا فيكنوا تعملوا أي نوع صلطة بتحبوه أو فيكنوا توكلوها لحالها بدون سلطات فعلا هي طيبة كثير كثير بدون سلطات أو تعملوا معاها صلطة الدكوس بس هي بتتاكل هيك بدون ولا إشي طبعا هنا للتزيين حطيت عليها شوية تفليف لها وحبات اللومي ما شاء الله فعلا شكرا لأهل السعودية وشكرا لأهل اليمن على هالوصفة طيبة جدا جدا لذيذة عن جد حبناها واللحمة كانت مستوية طبعا بالنسبة لللحمة إذا مثلا الخروف كان كبير أو يعني ممكن تأخذ 45 دقيقة بالضغط أنا أخذت 35 دقيقة بتنشرت الضغط لأن الخروف صغير وكانت ما شاء الله مستوية على الآخر حبايبي رح أنهل فيديو اللي هون بتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا في الوصفة واستمتعتوا في الفيديو وحبتوها ما تنسوني من اللايكات والتعليقات الحلوة شكرا لإلكم حبيبي ولمتابعتكم لإلي واستنوني بوصفات وفيديوهات جديدة وباي باي